موسيقى هدى أعصابك يا سلامة كل الأولاد بتعرضوا لحوادث بسيطة والمهم هدوء الأعصاب وسرعة البديهة عند الأهل أكيد خلال عطلة بتزيد الحوادث عند الأطفال كان أثناء اللعب أو ممارسة الرياضة أو من قلة الانتباه إنه إصابات المزعجة وسقوط السن إصابة الأسنان بتشكل لغاية 17% من حوادث الأطفال ولتلافي العواقب وإصلاح السن ضرورة زيارة طبيب الأسنان خلال 60 دقيقة من قوة الحادث بس لازم يا سلامة تاخذها الاختياطات بالبيت بعد سقوط السن اتقاط السن من التاج ومش المتجزر وتنظيفه بالمي الدافية من دون صابون أو معجون أسنان وأيضاً عدم تجفيفه أو لفه بالقماش أو المحارم الورقية إنما وضعه بالكوب مع إضافة حليب أو لعاب الطفل اللي وقع سنه إيه مش عم بمزح يا سلامة اللعاب هو المحيط الطبيعي للسن بالفم وما بيعمل أي ردة فعل للأنسجة وبعد الطبيب بيعمل خطة علاج لإعادة السن لمكانه وتسبيته وممكن العلاج ياخد شهر وعلى فكرة إذا كان السن من الأسنان اللابرنية فما في داعي لكل هالعزاب لأنه رح يطلع السن بديل مكانه وعساكم دوم بصحة وسعادة اشتركوا في القناة